السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى متابعين سوف أقدم اليوم تفسير رؤية دورة الشهرية أو رؤية الحيد في المنام أولا تفسير رؤية الحيد في المنام لابن سيرين قال ابن سيرين أن رؤية الحيد أو نزول دم الحيد في حلم المرأة دلالة على قدرة المرأة في التغلب على مشاكلها ومتعبها والدخول في مرحلة جديدة بحياتها كما أنها قد تبشر رؤية المرأة لدم الحيد بالفرغ القريب والخير أو البركة في حياتها خلال الفترة المقبلة كما أن رؤية الدم الكثير دلالة على تحقيق الرأي أماني ورغباته أما رؤية الدم الحيد ملوسا في الحلم فهو دلالة على ربح في التجارة أو ربح في مشروع أو قد تكون بشارة بالأخبار الصرة أما رؤية الدم الحيد لون وأسود اللون فهو دلالة على قصرة المشاكل التي يتعرض لها الرأي أما رؤية تناصر دم الحيد في البيت فهو رسالة للرأي بسرعة التدخل لحل أي مشكلة يتعرض لها في البيت ورؤية المرأة التي بلغت سن اليأس لدم الحيد في نومها دلالة على النشاط والحيوية والطاقة بداخلها لتحقيق هدفها وقد يكون رؤية الحيد في المنام منعكاس للقلق بسبب تأخرة دورة الشهرية أو ما تسببه اضطرابات في تلك الفترة والله أعلم تفسير رؤية ضم الحيد في المنام للعزباء عن تفسير رؤية الحيد في حلم الفتاة العزباء يشير إلى ارتكاب العزباء زنبة أو معصية أو تنظر بالإصابة بالأمراض أما رؤية العزباء في نومها الإغتسال من الحيد فهي دلالة على التوبة أو زوال الهموم وهذا كما ذكر بعض المفسرين أن رؤية الحيد في منام العزباء قد تشير إلى الزواج بشخص مناسب لها ورجل صالح والله أعلم تفسير رؤية ضورة الشهرية أو الحيد في المنام للمتزوجة يدل على بشارة بالخير والأحداث الصارة أو هو دلالة على المال الكثير والرزق أما عن رؤية المتزوجة في منامها وكأنها بلغت سن اليأس فذلك يشير إلى احتياج تلك المرأة للرعاية والعناية والاهتمام وقد تشير رؤية ضم الحيد في المنام إلى وقوع مشكلة يجب عليها معالجتها بحكمة والسيطرة عليها وقد يشير رؤية ضم الحيد في الحلم إلى التخلص من القلق والاكتئاب والله أعلم تفسير رؤية الحيد في المنام للمرأة الحامل تعد رؤية المرأة الحامل في منامها لتضفق أو نزول ضم الحيد ببطء دلال على إتمام فترة الحمل بدون أي تعب أو مشاكل بإذن الله أما رؤية الدم الكثير أو نزيف الدم باللون الأسود فتلك رسالة تحذير للمرأة بالحفاظ على حياتها وسلامتها وأيضا سلامة جننها تفسير رؤية الحيد في المنام للمطلقة رؤية المطلقة الحيد في منامها تدل على اقتراب فرصة لزواجها في القريب رؤية المطلقة الحيد في منامها ويكون قاطم اللون تدل على خصام ومشاجرات بين أهلها ويستمر طويلا نزول الحيد عليها مصاحب لألام شديدة يعني المسئولية الكبيرة التي تتحملها الحالمة عند قيام الحالمة بالطهارة من الحيد في منامها دل على عبرها الأزمات النفسية والضغط العصبي رؤية المطلقة ضم الحيد في منامها دليل على وجود مشاكل مادية كبيرة ومالية تمر بها الحالمة تفسير رؤية الحيد في المنام للرجل فصر العلماء أن نزول الحيد للرجل تعني أنه إنسان زائف ومخادع ماكر دائما الكذب والدهاء رؤية الشاب ملابسه غارقة بضم الحيد تعني مرور الشاب بمشكلات وعليه الحذر من القادم رؤية الشاب دم الحيد في منامه دل على خوفه من تحمل المسئولية وعدم النطج الكامل الدم الناتج من الحيد للشاب في منامه دل على مروره بالضيق والقلق والتوتر وإلى هنا تنتيح حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم دائما كل جديد لنا وإذا كان لديك أي رؤية تريد تفسيرها أرجو كتابتها أسفل الفيديو الذي تشاهده ليتم تفسيرها مع ذكر المعلومات هل متزوجة أم عزباء حامل أم مطلقة رجل أعزب أم متزوج حتى نستطيع تفسير رؤيك بكل وضوح إلى اللقاء